اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة نطالع فيها اهم ما تداولته الصحفة العربية والمواقع اليمنية والبداية من المواقع الاخبارية فتاة كان من المقرر ان تكون المتحدثة التي توصل رسالة مرضى السرطان هذا العام لكن وحسب موقع يمن منتر وفتها المنية قبل ان تلقي ما كانت قد اعدته او اعدته لاجل زملائها المرضى وعنوان الموقع الموت ينهي حكاية سونيا المتحدثة عن مأساة مرضى السرطان باليمن وقد اختارت وقد اختيرت الفتاة سونيا لكي تعبر عن مأساتها ومأسات آلاف من مرضى السرطان لكي تصل رسالتهم الانسانية عبر سونيا وفي تصريح اليمن منتر قال احد موظفي المؤسسة ان سونيا ذات الثمانية عشر ربيعا اصيبت بالسرطان في العام الفين واربعة عشر وكانت تعاني من الداء الخبيث وهي تسكن في دار الحياة لرعاية مرضى السرطان بالمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان حيث رشحت لتكون المتحدثة لموهبتها في الكتابة الادبية ويتابع الموقع بعد رفع الدولة يدها منذ عام الفين وخمسة عشر عن توفير الادوية الضرورية لمرضى السرطان اصبح مرض السرطان يعيش الى اجل غير مسمى بين مطرقة الالم وسندان الهمال ينظر الى الحاضر بانه اسوأ مما قبل واشد قتابة الى موقع المصدر اونلاين والذي تابع جانبا من المعارك التي تديرها مليشي الحوثي في مناطق متفركة في البلاد وعنوان الموقع نقطة امنية تابعة لمتطرفين من الحراك في الحبيلين تمنع وصول الامدادات لجبهات القتال في مريس بالظالع وعنوان وفاة قائد عسكري رفيع موالل للحوثيين متأثرا بجروح اصيب بها في قصف صالة العزاء بصنعا ومن الضالع ايضا معارك عنيفة شمال الضالع تسفر عن مصرع وجرح اربعين من الحوثيين ومقتل خمسة من المقاومين ومن العناوين ايضا بندغر الرئيس هادي سيدعو في غضون ايام لإقرار مشروع الدستور والاستفتاء عليه اسوار في وجه السلام باليمن تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال العديني ليس في اليمن مخارج ولا منافذ فهناك اسوار ترتفع وكوارث انسانية تتداعى في الاوينة الاخيرة دخلت اليمن منعارجا خطيرا باحداث طرأت على مسارح العمليات العسكرية وفي ميداني السياسة والاقتصاد في الحرب هاجمت ميليشيات الحوثي بزوارق حربية سفينة مدنية اماراتية بالقرب من باب المندب ان العملية الحوثية اقرب الى القرصنة منها الى البطولة وايا كان منطوق التحذير الصادر عنهم فان المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة على اراضي وسماء ومياه اليمن الا للسلطة الشرعية مع هذا فان العملية تثير التساؤل حول مدى فعالية الحصار المضروب عليهم في البحر وما اذا كانت دول تتعاون بالتضليل او بالترهيب ذلك استدعي من التحالف المزيد من اليقاظة لمنع وصول السلاح الى البر اليمني توفيرا للجهد وحتى لا تكون ملاحقته في المخازن وطرق الامداد سببا لازعاج السكان بالدوي والدخان لقد دائب الحوثيون منذ ظهرت قوتهم العسكرية على قصف اهداف مدنية في اماكن وصلوا اليها او قاربوا منها اما وقد ذهبوا الى البحر ووضعوا الملاحة الدولية على خط الخطر ففيه دلالات على ضعف كبير يعيشونه وسخط من العالم لا يأبهن لتبعاته وهم الان عرضة لحصار عسكري وسياسي واقتصادي سوف يقودهم الى مهالك وكانت مفاوضات الكويت اسفرت عن نجاح باهر للحكومة وعن خيبة مريرة لانقلابيين تجلى في استخلاص مبعوث الامين العام للامم المتحدة واختاره مجلس الامن والامم المتحدة تسعى الان وتحاول مع اشتداد المعارك ترطيب الاجواء فيقابلها الحوثيون باشتراطات تبقى السلاح في متناولهم وهي اشارة الى اننا قبالة جماعة تفتقد الخبرة واللياقة وتنظر للتفاوض باعتباره صداما بالسلاح او ملكمة بالاياد الاسر التي ترتاد ساحل ابيان تشتكي من متطرفين يقومون بتعقبها ومضايقتها وفقا لموقع عدن الغد فان مدير قسم شرطة خور مكسر قال سنتولى حماية ساحل ابيان ونجري عملية تعقب لمشتبه بهم في الاعتداء على بعض الاسر وقال مدير عام قسم شرطة خور مكسر العقيد ناصر عباد الحسني ان شرطة خور مكسر ستتولى حماية وتأمين ساحل ابيان بشكل كامل اكد عباد في تصريح لصحيفة عدن الغد ان الشرطة تتعقب حاليا عددا من المشتبه بهم والمبلغ عنهم ببعض عمليات الاعتداء على بعض الاسر بساحل ابيان مضيفا ان الشرطة لن تسمح بمثل هذه الظواهر وانها ستتصدى لكل من تسول له نفسه الاعتداء على خصوصيات المواطنين موقع عدن تايم تابع احد الموضوعات المتعلقة بما يجري في عدن وعنون الموقع مهلة لمدة عشرة ايام لرفع اسماء ناهبي الاراضي والممتلكات واخراجهم وقال الموقع ان محافظ عدن عيدروس الزبيدي امهل مدراء عموم مديريات المحافظة عشرة ايام لرفع كشوفات باسماء ناهبي الاراضي والممتلكات العامة والخاصة لبدء اعمال الهدم وقال المحافظ في مذكرة الى مدراء المديريات انكم تلمسون انتشار البناء العشوائي والبسط على اراضي الدولة مثل العقارات والمباني والمستشفيات والحدايق والاسواق المملوكة للدولة والمنظمات والمستثمرين والتجار والمواطنين وهناك من يسهل هذه الاعمال المخلة بالامن والنظام وطالب المحافظ بتحديد الاراضي التي تم البسط عليها في المديريات وكذا المباني والعقارات التي تم اقتحامها والجهات التي قامت بالاقتحام سواء كانت تلك العقارات والمباني والاراضي للدولة او منظمات او مستثمرين او تجار او مواطني عن جذر الصراع الراهن في اليمن تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله المنشور في العرب الجديد وقال الكاتب في اجزاء من المقال ليس الصراع اليوم في اليمن سياسيا فقط وان كان كذلك في احدى تجلياته لكنه ايضا نتاج تحولات وتراكمات اجتماعية متعددة منها ما يتعلق بالغبن الاجتماعي ومنها ما يتعلق بالقهر المناطقي والاقصاء والتهميش والظلم والاستبداد الذي مورس على اجزاء واسعة من اليمن وهناك في وسط هذا كله من يريد الاستثمار مذهبيا وطائفيا كمادة تحجيدية لهذا الصراع كما تقوم به بعض الاطراف مثل جماعة الحثي وحلفائها على الرغم من هذا كله يبقى الصراع في جوهره صراع البحث عن دولة انتظرها الناس طويلا لأكثر من خمسين عاما وهذا هو الاهم وهو الذي حافظ الصراع في حدوده الموضوعية وعدم الانزلاق به إلى اقتتال مذهبي أو مراطقي حتى الآن لكن الاستمرار في هذا المسار للصراع غير مأمون العواقب وليس مضمونا عدم انزلاقه إلى أي من أشكال الصراع الثانوية التي تقاد نحوها المنطقة ككل التعويل اليوم كثيرا على استمرار الصراع في دائرته المركزية صراع البحث عن دولة وحسم معركته في هذا الإطار حول دائرة البحث عن الدولة وهو الضامن الوحيد لتأطير طرفي الصراع وتوصيفهما بين شرعية وانقلاب وهذا مرهون أيضا بمدى صحوة النخب والأحزاب في الدفع بالحسم تحت هذه اللافتة وهذا التوصيف وهو شرعية وانقلاب ما لم يتم ذلك فإن نتائج التي ستفضي إليها تطورات الصراع ستكون أكثر مما هو كائن الآن في حال تلاعبت القوى السياسية بهذا التوصيف أو حتى تدخل الخارج الذي يريد حل حالة الصراع تحت دائرة أطراف متصارعة سيكون أي حل لهذه القضية تحت هذا التوصيف هو حسم جولة من جولات الحرب والصراع وليس إنهاء الأسباب الرئيسية للصراع ومعالجتها من التحميش والإقصاء للأطراف من المركز إلى موقع المشاهد وجاء في أحد عنوينه المتعلقة بالأوضاع المعيشية وقال الموقع اليمن يغيب الراتب فتحضر السخرية نثرا وشعرا وقال الموقع في وسائل التواصل الاجتماعي يتداول اليمنيون النكتة والشعر ورسومات ساخرة وكتابات تنتقد الحكام مع دخولهم شهر آخر بدون رواتب حكومية ورغم التوقعات بغياب أطول للراتب إلا أنه في المقابل لوحظة حضورا ملموسا للسخرية والنقد باستخدام النكتة والشعر والسجال الشعري والصورة المدمجة كتعبير عن حالة السخط والاستياء التي يعيشها الموظف اليمني جراء هذه الأسماء نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنطالع أهم ما تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعاود معكم مطالعة أهم ما كتبته الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من صحيفة العرب الجديد والتي تابعت الأحداث الجديدة وعنوانة الصحيفة سفن التجارة تواجه مخاطر جديدة قبالة اليمن وقالت مصادر ملاحية ومصادر من قطاع التأمين أن هناك مخاطر باتساع نطاق هاجمات الصواريخ التي تعرضت لها سفن بحرية غربية تنطلق من اليمن إلى خطوط الملاحة البحرية القريبة ما يمكن أن يعطل إمدادات النفط وسلع ضرورية أخرى تمر بتلك المنطقة المضطربة وتتابع العرب الجديد لم تحاول شركات النقل البحري مسارات السفن لكن هناك قلقا متناميا من أن يؤدي أي تصعيد جديد إلى عرقلة إمدادات النفط وارتفاع تكلفة التأمين على السفن وقال مصدر بقطاع التأمين على السفن أن بعض السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية أغلقت بالفعل أو أغلقت بالفعل أنظمة تتبعها التي تتيح لأي شخص مراقبة تحركاتها عبر الأنترنت نظرا للعنف المستعر في البلاد وأضاف المصدر أن علاوات مخاطر الحرب في التأمين على الشحنات المتوجهة إلى الموانئ اليمنية مثل الحديدة في الشمال قد ارتفعت بالفعل إلى مئات الألاف من الدولارات للسفينة وإلى صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت إصابات بالكوليرا في لحج وتحذير من كارثة في كرش تقول الصحيفة سجلت إحصائية طبية في مدينة لحج حالات مصابة بمرض الكوليرا في ظل تحذيرات من تفشي المرض بشكل أكبر في المحافظة وأكد مصدر في مستشفى ابن خلدون في الحوطة أن قسم الطوارئ استقبل طفلين مصابين بمرض الكوليرا أحدهما لم يتجاوز سنه السابعة من العمر وتم وضعهما في العناية المركزة وإعطائهما العلاجات والمضادات اللازمة وفي سياق متصل أكثر من 1288 أسرى نازحة من مدينة كرش تعاني من أوضاع إنسانية صعبة عقبات شردهم ونزوحهم من مساكنهم التي تتعرض للقصف العشوائي من قبل الميليشيات الإنقلابية وأحذر مدير عام مديرية القبيطة عماد غانم من كارثة إنسانية يعيشها نازح كرش في ظل استمرار المعارك في المدينة الحدودية مع محافظة تعز وعمليات النزوح مستمرة في ظل أوضاع كارثية تعيشها المدينة في مختلف الخدمات الأساسية إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت في إحدى صفحاتها الميليشيات تستجيب لصالح والحوثي بمزيد من القتل في تعز وتقول الصحيفة إنه وبعد خطاب الرئيس المخلوع صالح والذي دعا فيه إلى تصعيد القتال هاجمت ميليشيات الحوثي صالح مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة من خلال القصف العنيف والهستيري وبشكل مكثف على أحياء مدينة تعز وقرى وأرياف المحافظة مع التصعيد من حصارها المطبق على جميع مداخل المدينة مع دى خط الضباب الذي تمكنت قوات الشرعية من فك الحصار الجزئي عنه في أواخر غصص الماضي وقالت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية لأشرق الأوسط إن الميليشيات الانقلابية أمطرت وبشكل عنيف أحياء تعز بقصفها بصواريخ الكاتيوشة ومدافع الهاوزر وبشكل أعنف على الأحياء الشمالية والغربية عن موت الجيش والسياسة في البلاد العربية تحت هذا العنوان كتب المفكر والسياسي العربي برهان غليون مقاله المنشور في العرب الجديد وقال الكاتب الجيش لم يكن مؤسسة مستقلة بذاتها ولو نسبيا وبالتالي ليس هناك مؤسسة عسكرية حية مدركة وظيفتها وصاحبة مبادرة فيما يتعلق بها جميع مؤسسات الدولة بما فيها الجيش أجسام جامدة تفتقر لوعي خاص بمهامها وأصول عملها وإلى نخب مؤمنة بها وبغاياتها وإلى حيز من الاستقلال داخل الدولة يطور هويتها وينمي لديها القدرة على بلورة أجندتها الخاصة لتشارك بإيجابية مع غيرها من مؤسسات الدولة في صياغة القرار العمومي ولأنها كذلك فهي تبقى جثة هامدة أو قوالب فارغة من المشروع والرسالة وبالتالي عرضة لاستباحة والاحتواء من جميع المبادرين والمغامرين من الجماعات الطموحة للاستيلاء عليها وتسيرها لصالحها مهما كانت منابتهم ووظائفهم الأصلية أو الشكلية وسواء أكانوا مدنيين أو عسكريين ودور الجيش يختلف باختلاف القوى الداخلية أو الخارجية التي تسطو على مؤسساتها وتضعها في خدمة مشاريع سلطتها السياسية أو الاقتصادية أو الأيديولوجية الملاحظة الثالثة أنه مع تدهور وضع الدولة القانونية وسيطرة النزاعات المتعددة بين النخب على النفوذ والسلطة بدل تمايزها وتقاسمها الصلاحيات والمسؤوليات في إطار الوحدة لم تعد هناك دولة مؤسسية مستقلة عن النظام وتتحكم في سير السلطة أو تحكم ممارستها حسب أصول وقوانين مرعية وتضبط حسب الدستور علاقات مؤسساتها ونخبه المتميزة فيما بينها أصبح النظام هو الدولة الحقيقية التي تخترق الدولة وتوجهها وتشترط قواعد عملها وصارت إرادة السيد الأوحد الذي يتحكم بالنظام هي القانون الذي يحكم الدولة نفسها وصار الرئيس أو الأمير سيد الوطن أي صاحبه ومالكه والمتصرف به صحيفة الخليج عنونت في إحدى صفحاتها ديلي إكسبريس الحوثيون يجنون الملايين من نهب الإغاثات الأممية نقلت صحيفة الخليج عن الصحيفة البريطانية ديلي إكسبريس قولها إن قيادة الميليشيات الحوثية والزعماء القبال اليمنية المتحالفة معهم وعضاء الحزب المؤتمر الشعبي العام يقومون بسرقة المعونات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ما في ذلك المواد الغذائية الأساسية ومن ثم بيعها إلى التجار الذين يضاعفون سعرها وفي بعض الأحيان يجري توزيعها على الأهل والأصدقاء وعبرت مصادر من المنظمة الدولية للأمم المتحدة للهجرة عن استيائها لسلوك الميليشيات الحوثية في ظل المعاناة التي يعيشها اليمنيون وخاصة الأطفال الذين يتضورون من الجوع ولسيما أن هناك ثلاثة مائة ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد وهناك أطفال يتضورون جوعا حد الموت صحيفة القدس العربي قالت في الشأن الأمريكي ترامب يطالب المسلمين في الولايات المتحدة بالتجسس على بعضهم البعض وإنشاء شرطة خاصة في مناطقهم المرشح الجمهوري دولاند ترامب أن المسلمين في البلاد يجب أن يقوموا بعمل أفضل يتجاوز إنشاء شرطة خاصة بهم إلى تنبيه السلطات عن رؤيتهم نشاط مشبوه وكرر بعد ذلك هجومه التقليدي على كلونتون لأنها لا تستخدم مصطلح الإرهاب المتطرف وزعم ترامب أنه لا يمكن حل المشكلة بدون نعتها بإسمها الصحيح أما هيلري كلونتون فقد قالت الجهاديون المتطرفون يستخدمون خطاب ترامب لتجنيد المزيد من الإرهابيين الجدد وأضافت أيضا تعليقات ترامب هدية إلى تنظيم الدولة الإسلامية والإرهابيين والجهاديين مشيرة إلى أننا لسنا في حالة حرب مع الإسلام وأنه من الخطأ أن تصرف كأننا في حالة حرب إلى صحيفة عكاذة السعودية والتي عنونت في إحدى أخبارها الأكثر قراءة فاتته الطائرة فعادها ببلاغ كاذب وقالت الصحيفة وجد مسافر تركي طريقة غريبة للحاق برحلته على متن طائرة تأخر في الوصول إليها في الموعد المحدد وذلك بتقديم بلاغ كاذب عن وجود قنبلة على متنها وتضيف عكاذ عادة الطائرة للهبوط بعد إقلاعها بدقائق وقام أمن المطار بعملية تفتيشها ولأن الرجل كان بانتظار عودتها للتفتيش ليتمكن من الصعود وبعد أن تأكد رجال الأمن المطار من كذب البلاغ وعدم وجود قنبلة ألقوا القبض عليه بعد أن شكوا في أمره حين طلب الالتحاق بالرحلة وتعرفوا إلى صوته وأعلنت السلطات التركية فيما بعد تمكنها من يلقاء القبض على صاحب البلاغ قبل أن تعود الطائرة وتقلع مجدداً باتجاه مدينة اسطنبول داعش يضع عينه على بقية أفريقيا تحت هذا العنوان كتب مؤلف كتاب مدرسة تومبكتو للبدو عبر الصحراء الأفريقية نيكولاس جويبر مقاله المنشور في صحيفة الغد الأردنية بالتزامن مع ديلي بيسيت وقال الكاتل وصف أوباما التدخل في ليبيا بأنه عرض رديء ولكن ما لم يتحرك الغرب بسرعة بين الجهاديين المتطرفين جاهزون لجعل المأزق الليبي يبدو كأنه مجرد بداية فحسب على المستوى الرسمي أصبحت مجموعة الدولة الإسلامية المعروفة على نطاق واسع باسم داعش في وضع الأفول فقد تراجعت قواها العاملات في الشرق الأوسط وطردت قواتها من حصنها الليبي وبالنسبة للرئيس أوباما الذي أقر بأن العمل بغير إتقان في فترة ما بعد التدخل في ليبيا في العام 2011 كان أسوأ خطأ ارتكبته رئاسته فإن المكاسب التي تحققت في شمال إفريقيا تشبه التخلص من الخطيئة عند الساعة الحادية عشرة وتعلن عنوين الأخبار الآن أن داعش في تراجع ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو تراجع إلى أين؟ في مقال ترجمته مؤسسة كويليام يعرف أحد أنصار داعش ليبيا بأنها بوابة استراتيجية والتي يمكن من خلالها إغراق جنوب أوروبا في الجحيم ومن المرجح أن يكون مصير ليبيا حتى أكثر من سوريا هو الذي سيلون السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي التالي وبينما كانت سورية دوامة تجتذب وتمتص العناصر الأكثر سمية في المنطقة تشكل ليبيا عاصفة رملية تقوم بتوسيع جحيمها إلى الخارج ووفق المقال الذي كتبه مؤيد داعش المذكور فإن ليبيا هي المفتاح إلى مصر والمفتاح إلى تونس والسودان ومالي والجزائر والنيجر أيضا جولتنا المصورة اليوم في واحدة من البلدات الفلسطينية والتي تحمل اسم سبستيا وتتبع محافظة نابلوس ورغم ظروف الحرب التي عاشتها البلد منذ عقود إلا أن أهلها يحرصون على حمايتها وتقديمها بشكل جميل والمحافظة عليها وجعلها منطقة جذب سياحي بمعالمها التي تعود في تاريخها إلى العام ألف قبل الميلاد ونتابع الصور التي نشرتها العربي الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر